السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وليه الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد حياكم الله إخواني و أخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج كما تظهر أمامكم على الشاشة أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب أخذ هذه المجموعة من الاتصالات فضل يا فتيحة السلام عليكم دكتور عليكم السلام رحمة الله دكتور عندي سؤالين السؤال الأول خاص بالحج بالحجاج من يسافر لأداء فريضة حج فريضة الرقل أو نافلة كيف تكون الصلاة؟ هل تسقط النوافل والرواتف؟ أم له أن يستمر في أدائها؟ إن شاء الله سؤال الثاني نعم خاص بالمسح على الجوارب النسائية الشفافة هل يجوز المسح على الجوارب شفافة؟ وهل يجوز المسح على الخمار؟ الخمار الضعف؟ إن شاء الله يفتيح جزاكم الله خيراً أهلاً وسهلاً تفضلي علي السلام عليكم عليكم السلام وفتر البركاته سمحت عندي أربعة ثلاثة تفضلي علي سؤال الأول بالأمس في صلاة الأشاء اللي بام لسا تشاهد الأول وقام للركعة الثالثة ثم سبح عليه المأموهين ورجع التي تشاهد بعدما ستم قائماً ما الحكم الصلاة؟ هل تبطل بذلك؟ بذلك وإذا وقفت وإذا وقفت معه بعدما سبح عليه المأموهين ورجع هل أظل واقف أما تابع في الرجوع؟ إن شاء الله وإلا علي إعادة الصلاة؟ طيب سؤال الثاني هل هناك فرق بين الإله والرب؟ طيب سؤال الثاني بالنسبة للمؤذن إذا استماعات الخارجية للمسجد التي يسمع من هالأذان قرباني أو مدائلة للمصلح خليجوز له أن يتأخر عن حضوره المسجد لهذا السبب ما عليها أن يأتي من وقت ويعذن داخلياً طيب سؤال الرابع نسيت يا الله خير إن شاء الله يعلي أذكر بارك الله فيك بارك الله فيك خلاص طيب طيب بقي عندي بالأمس الأخ عبد الله من الجزائر والأخت أم صلاح أيضاً من الشارقة وريام من دبي لكن قبل ذلك عندي سؤال من الإخوة أحد الإخوة الصم أبد الرحمن من الشارقة من الإخوة الصم أرسل سؤال عن طريق الزميل وائد في لغة الإشارة يقول بأن لديه ولد عمر 11 أو 12 سنة يقول تقريباً بهذا الحدود أفطر أسبوع كامل في رمضان بسبب التعب في رمضان وأفطر أسبوع كامل يقول ماذا عليه الآن يقول أنا ما أدري هل هو بالغ أم لا أخي عبد الرحمن بارك الله فيك و بارك الله في ابنك و بارك الله في أسرتك بالنسبة لهذا الولد لا بد من أمره بالقضاء فإن كان قد بلغ فقد أبرأ ذمته مما اشتغلت به من حق الله سبحانه وتعالى و إن كان لم يبلغ فإن هذا القضاء سيكون في حقه سنة و يتعود على ذلك فكما عودت على الصيام في شهر رمضان عوده كذلك على القضاء حتى ولو لم يبلغ و لذلك نبهت كثيراً على أن من أمر أولاده بالصيام قبل البلوغ ثم أفطروا في رمضان يعلمونهم كيفية القضاء بعد ذلك و إن كان سنة لكن عموماً أنت الآن متحير تقول ما أدري هو بلغ أم لم يبلغ أنا أقول لك مره بالقضاء قل له اقضي و يقضي لا على سبيل الموالاة بين الأيام و إنما يقضي من كل أسبوع يوم مثلاً في إجازة الأسبوع مثلاً يوم يومين و بهذا ينتهي بإذن الله تعالى عبد الله من الجزائر بارك الله فيه سأل يقول ما الحكمة من النوم على طهارة أخوي عبد الله بارك الله فيك ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم من أوجه متعددة مشروعية النوم على طهارة فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم كان ينام على طهارة حتى لو كان جنوباً و لم يغتسل فإنه يخفف الجناب و ذلك بالوضوء فكان يتوضى النبي صلى الله عليه و آله و سلم و لا شك بأن النوم على طهارة فيه فوائد كثيرة منها ما ذكرت لك بأن هذا مشروع نبي عليه الصلاة و السلام كان ينام على طهارة و الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن لمن كان يرجو الله و اليوم الآخر و ذكر الله كثيرا و الأمر الثاني أن الذي ينام على طهارة يستغفر له الملك حتى يصبح و لذلك ورد في حديث حسن إسناده جمع من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من بات طاهراً بات في شعاره ملك يستغفر له حتى يصبح أو كما قال صلى الله عليه و آله و سلم و ورد أيضاً في حديث آخر أن من نام أو من بات طاهراً ثم تعار من الليل فسأل الله من خيري الدنيا و الآخر استجاب الله له و هذا يدلنا على فضل النوم على طهارة فضل النوم على طهارة و لذلك هذا مشروع و لله الحمد و الحكمة ظاهرة من ذلك كذلك أخي الفاضل قد يقال بأن الإنسان إذا نام على طهارة و قبض الله روحه فإنه يلقى الله على عباده و طاعة نبي عليه الصلاة و السلام يقول إنما الأعمال بالخواتيم و لذلك النوم هذا الموت الصغرى الله يقول جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها و التي لم تموت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ثم يرسل الأخرى إلى أجل المقصود بأنك أنت في حالة النوم ما تدري هل تستيقظ أم لا فطيب أن الإنسان يكون على طهارة حتى يلقى الله سبحانه و تعالى على عباده أم صلاح من الشارقة تقول أحيانا أسمع فتاوى متضاربة يعني شيخ يقول شيء والشيخ الآخر يقول فتوى أخرى ما موقفنا نحن يعني أمام هذه الفتاوى أختي أم صلاح بارك الله فيك و رضي الله عنك وتشكرين على مثل هذا السؤال و الاستشكال الذي حصل عندك و طيب أن الإنسان إذا شعر بإشكال معين أن يسأل أهل العلم لأنه يوجد من الناس و للأسف الشديد من يستغل و يستثمر فتاوى العلماء التي تختلف في الموضوع الواحد استثمار سيء و يذهب يطعم في العلماء و يطعم في السنة و يطعم في دين الله و هذا لا شك يعني يدل على خبث طويته و سوء نيته أما الإنسان اللي يبغى الحق يسأل أهل العلم قل جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نبي عليه الصلاة و السلام بيّن بأن العلماء ورثت الأنبياء و أن الأنبياء لم يورثوا دينارا و لا درهما و إنما ورثوا العلم العلم فمن أخذه أخذ بحظا وافر أختي الفاضلة بارك الله فيك الكلام حول هذا القضية طويل و عريض و فيه مصنفات و كتب و ألفت في هذا الأمر لكن أنا سألخص لك الجواب في النقاط التالي أولا يجب على كل مسلم أن يحسن الظن بالعلماء و أن يعلم أن العالم لا يمكن أبدا أن يتقصد الخلاف و هذا أمر يعني يعني متقرر و ذكره العلماء لأن أهل العلم هم ورثة الأنبياء فلا يمكن لعالم أن يتعمد و يتقصد الخلاف إلا من ختم الله على قلبه مثلا و العياذ بالله و أصبح ظلا و ظلا هذا شأن آخر نحن نتكلم على العلماء الراسخين العلماء الربانيين العلماء الذين مصادرهم في التلقي و الاستدلال القرآن و السنة و أثار الصحابة مثلا و لديهم قواعد يسيرون عليه فلابد من إحسان الظن أخت الفاضل أننا نتيقن بأن هؤلاء العلماء لم يتقصدوا الخلاف الأمر الثاني بالنسبة للخلاف عندنا على قسمين و نوعين خلاف يسمى خلاف تضاد و خلاف سائغ خلاف التضاد هذا محرم و لا يجوز يعني مثلا في العقيدة في الإيمانيات مثلا في الإيمان مثلا في النصوص المقطوع بها مما أجمع عليها العلماء هذا يسمى حق و باطل يعني الخلاف فيه يقال حق و باطل يعني لما يأتي الشخص مثلا و يتكلم في صفة من صفات الله عز وجل على غير مراد الله و على غير بيان رسول الله عليه الصلاة و السلام ما نقول هذا خلاف سائغ مقبول لا هذا خلاف تضاد هذا خلاف تضاد مذموم و الذين اختلفوا على فريقين فريق على الحق و فريق على الباطل واضح؟ لماذا؟ لأن الله تعالى مثلا قال ليس كمثله شيء و هو السميع البصير فنثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنة و الصفات العلا مع معرفة مع الإيمان بأن هذه الصفات و هذه الأسماء لها آثار و معاني لها يعني آثار سمى آثار الأسماء و آثار الصفات مثلا ليست جامدة فلما يأتي الشخص و يقول خلاف ذلك نقول لا هذا باطل كذلك مثلا الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة المقطوع بها المجمع عليها وجوب الصلاة و وجوب الزكاة و وجوب الصيام مثلا وجوب الحج يعني لما يأتي شخص مثلا يقول الصوم غير واجب نقول هذا مبطل هذا و العياده بلا على الضلال لماذا؟ لأن الإجماع أهل العلم على أن الصوم رمضان ركم من أركان الإسلام يجي شخص يقول ما فيه شيء اسم زكاة نقول هذا ظالم مضل هذا يسمونه خلاف التضاد بمعنى أن الناس فيه ما بين حق وبعض النوع الثاني الخلاف السائغ الخلاف المحمود و هذا يكون اختلف فاضل في الفروع في العمليات في الأشياء الفقهية مثلا هذا سائغ ولله الحمد الصحابة اختلفوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل الصحابة إلى بني قريضة قال لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريضة فريق من الصحابة أخذوا بظاهر النص بظاهر الحديث قالوا ما نصلي العصر إلا في بني قريضة فما صلوا العصر إلا بعد المغرب لماذا قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريضة فأخذوا بظاهر الأمر فريق آخر من الصحابة قالوا لا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعجلنا يعني أن نسارع ولا نتأخر بمعنى أن لما هذا تعبير يعني يجري على قواعد اللغة وقواعد أيضا العرب يراد بالاستعجال فلما حان وقت الصلاة فالطريق صلاة العصر صلوا العصر واستمروا فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه الخبر ما عنف الطائفتين وإنما سكت عنهم صلى الله عليه وسلم مقرا لهم هذا خلاف خلاف بين عمر وعمار عمر بن الخطاب وعمار بن ياسر في مسائل التيمم خلاف كثير بين الصحابة وسائخ هذا يعني الخلاف هذا من اختلف يدورون بين الأجر والأجرين ولذلك جاء عند مسلم من حديث عمر بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا اختلف الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اختلف عفوا إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر شوف لاحظ سبحان الله مدم عنده الأهلية ودوات الاجتهاد وعنده القدرة وعنده يعني الأدوات هذه التي هي أدوات الاجتهاد يعني هو بين الأجر والأجرين إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر فهذه الأشياء الطبيعية حصرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الصحابة الكرام طيب المسألة الأخرى لماذا اختلف العلماء في أسباب أخت الفاضل أولا العلماء بشر هم ليسوا بمعصومين ليسوا بمعصومين ولذلك بشر والخطأ وارد الخطأ وارد ولذلك الخلاف الذي حصل يعني الآن عندنا المدارس الفقهية المذاهب الفقهية لماذا أولا لأن الحديث قد يكون وصل إلى هذا العالم والعالم الآخر ما وصله الحديث واضح فهذا العالم وصله الحديث وقال به هذا العالم ما وصل اجتهد اجتهد ما وصله الحديث الثاني أن هذا الأول صح الحديث عنده وصله الحديث فصح عنده الثاني لهذا الأول طبعا الثاني وصله الحديث لكن ما صح عنده هذا اجتهد واستعمل المدركات العلمية ونظر إلى الشواهد إلى المتابعات للحديث فارتقى إلى درجة الاحتجاج هذا الثاني اللي وصل الحديث قال لهذا الحديث ضعيف اجتهد لكنه ما قدر الله عز وجل أنه يصل إلى قناعة بأن هذا الحديث صحيح طيب من الأسباب أيضا أن هذا الأول العالم طبعا أنا أتكلم على سبيل التصنيف وليس على سبيل التعيين لا أتكلمه بشكل عام هذا وصله الحديث لكن يرى بأنه منسوخ عندنا الناسخ والمنسوخ الفريق الثاني قال لا صعب القول الثاني قال لا الحديث محكم وليس بمنسوخ واضح القول الآخر يعني الفريق الأول عنده تفسير لمفردة من مفردات النص على أحد الأوجه المحتملة يعني أحيانا تأتي مفردة تحتمل أكثر من وجه فهو اختار هذا الوجه الفريق الثاني اختار الوجه الآخر اختار الوجه الآخر وأحيانا يكون السبب التعارض بين الأدلة فهذا الفريق يرى بأن العمل بالحديثين يعني يعمل بهما حال التعارض فيرى بأن الحديث الأول يعمل به على وجه معين حديث الثاني يعمل به على وجه معين الفريق الآخر قالوا لا مدام أنها تعارض يستعملون مثلا النسخ أو مثلا الترجيح مثلا أو التوقف والتساقط تساقط الأدلة وهذه طبعا يعني مسألة موجودة في أصول الفقه واضح أخت الفاضلة ولذلك عندنا مثلا الآن نحن عندنا فقهة ومشايخ وعلماء مسألة واحدة مثلا المالية من المساهمات مثلا الأسهم تجد خلاف لماذا؟ لأن عندهم أدلة وعندهم قواعد يمشون عليها لكن هذا وفق لأن يقول بهذه الحكم هذا وهذا وفق لأن يقول بحكم مغاير هم يدورون بين الأجر والأجرين لكن هذا مبلغ علمهم وهذا منتهى إليهم اجتهادهم حفظهم الله ولذلك ينشأ الخلاف أخت الفاضل طيب هذه مقدمة أنا قلت لك فيها كتب أنا لخصتها لك يعني بشكل مرة ملموم طيب ما موقفي أنا كعامي أمام هذه الفتاوى أولا لا يجوز للإنسان أن يختار فتوى على سبيل التشهي والهوى يقول والله أشوف الأسهل لي أناظر ما هو اللي يوافق هواي لا ما يجوز ما يجوز إنسان يختار الفتاوى على سبيل الهوى والتشهي الأمر الثاني ينظر الإنسان في الفتوتين هذه الفتوى هل صاحبها ذكر أدلة قال الله قال رسوله قال الصحابة قال العلمة أم أنه ذكر فتوى هكذا مجرد يعني ما فيها أدلة هنا تطمئن النفس سبحان الله العظيم لذلك الإنسان إذا نظر في الفتاوى ورأى الفتاوى التي فيها أدلة ومدعمة بالأدلة سواء آيات قرآنية حديث نبوية أثار صحابي أقوال العلماء يعني على القاعدة لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام والفتوى الثانية لا مجرد اجتهاد ويعني بعيد عن الأدلة لا هنا يرتاح قلبه إلى الفتوى التي فيها الأدلة بارك الله فيك وأنا أطلت حقيقة ما عندنا البرنامج ما يحتمل الإطالة لأنه عندنا أسئلة كثيرة لكن الفائدة لك ولغيرك بارك الله فيك أم صلاح من الشانقة تقول هناك شخص يعني لا يصلي ثم هداه الله هل يقضي يعني هذه الصلوات أختي الفاضلة بارك الله فيك من ترك الصلاة مدة من الزمن طويلة تركها بالكلية ثم هداه الله ورجع فأولا يحمد الله عز وجل الذي هداه وفته على قلبه وفسح له في عمره ومد له في أجله وعاد إلى يعني إقامة هذا الركن العظيم من أركان الإسلام الذي هو أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين وقد سمى الله تعالى الصلاة إيمان ولذلك يعني الراجح من قول أهل العلم أنه لا يقضي ما مضى وإنما يواضب على الصلوات الخمس ويكثر من النوافل قيام الليل سنن الرواتب يواضب عليها صلاة الضحى يكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه يبر والديه يحسن إلى أرحامه ويصلهم يتصدق مثلا يحرص على يعني الأعمال المتعدي نفعها يعني يحرص على مساعدة الآخرين إعانة الآخرين إقراض الآخرين يعني أي عمل صالح يكون نفعه متعدي وبهذا إن شاء الله يكون قد يعني وفق أم صلاح من الشارقة تقول ما حكم الإبن الذي يصرخ بوجه والديه ربما تطاول عليهما ومد يده على والديه ما حكم ذلك أختي أم صلاح بارك الله فيك أولا بالنسبة لبر الوالدين لو لم يرد في القرآن والسنة ما يوجب برهما ويحرم عقوقهما لكف الفطرة السليمة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها أن لكف بها وجوبا في قضية البر وتحريم العقوق ذلك أن الله تعالى جبل النفوس على محبة من أحسن إليها هذا الشيء موجود في الفطر قل جل وعلا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فالله تعالى جعل الوالدين سببا سبب في وجود هذا الولد سبب في وجود هذا الولد والولد لما ينشأ أو لما يخلق وينزل إلى الدنيا طفلا ضعيفا يحتاج إلى رعاية وعناية وهذا لا يقوم به إلا الأب والأم فالأم ترضعه وتحضنه وتعتني به والأب يجتهد في الكسب لأجل الصرف عليه حتى يصبح رجلا ولذلك الفطرة السليمة النقية غير الملوثة هي تقتضي هذا الأمر كيف وقد أمر الله عز وجل ببر الوالدين وحرم عقوق الوالدين ولذلك اخت الفاضلة هذا الولد الذي ذكرته نسأل الله السلام والعافية واقع في خطيئة عظيمة في كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عضاء من الآثام ويجب عليه أن يحدث توبة على السرعة قبل أن يلقى الله ما يدري متى يلقى الله عز وجل هذا الآن لو خرج من بيته ثم يعني جاءته سيارة فصدمته ولا وقع في حفرة ولا حصل مثل ما نشوف الآن ونشاهد في حوادث الدنيا وناس يعني بكل طمأنينة وخرجوا في أقوية أسوية ما عند أي مشكلة سبحان الله أتاهم الموت فجأة إما بسبب أو بغير سبب ظاهر فلذلك هذا يجب عليه أن يحدث توبة لأنه واقع والعياذ بالله في إثم كبار وفي ذنب عظيم وهو الآن منتظر العقوبة من الله سبحانه وتعالى لأن هؤلاء الذين يقطعون أرحامهم ويبغون على أرحامهم وعلى والديهم ويعقونهم هؤلاء والعياذ بالله توعدهم الله بعقوبة معجلة في الدنيا قبل يوم القيامة ولا عذاب الآخرة أشد فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم قطيعة الرحم كيف عقوق الوالدين كيف بالاعتداء عليهم ما بالسب والصراخ أو بالضرب كما ذكرتي والله تعالى يقول وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الكِبَرَ أَحَدُهُمَا أو كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّن وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةَ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ الصَّغِيرًا هذا الولد في واقع الأمر نسأل الله العافية عنده من رقة الدين وضعف الإيمان قلة التقوى وأيضا فساد الفطرة فساد الفطرة حينما اعتدى على والديه بالضرب ومد يديه على والديه بالضرب هذا والعياذ بالله لديه فساد في الفطرة إلا يكون مجنونا فاقدا لعقله أو يكون والعياذ بالله ممن يتعاطى ويغيب عن الدنيا ويغيب عن الوعي هذه مسألة أخرى لكن هو بكامل قواه العقلية وبكامل إرادته يمارس هذه المعاملة مع والديه هذا والعياذ بالله منزوع الخير وملوث الفطرة نسأل الله أن يهديه ولذلك أنا أدعوه إلى أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله وأن يندم على ما صدر منه وأن يطلب الرضا من والديه لأن رضا الله في رضا الوالدين و سخط الله في سخط الوالدين و يحرص على برهما و أن يحرص على ما تبقى يعني من العمر و ذلك بإغراقهما بالبر و بالإحسان و بأن يكون سمع الوالدين و بصر الوالدين و لا يفارقهما و ما يدري من الذي يلقى الآخر قبل يلقى الله عز وجل ما يدري من الذي يسبق الآخر إلى الدار الآخرة نسأل الله العافية و السلام عمو من أخت الفاضلة هذه نصيحة له و هذا أمر حقيقة أنا أعتقد بأنه لو طرح على أي إنسان في هذه الدنيا حتى لو كان من غير المسلمين لا استبشع ذلك استقبحه و نادى على هذا الولد نادى عليه نسأل الله العافية و السلام لأن هذا مخالف للفطرة السليمة التي فطر الله جل وعلا للناس عليه خاصة هذا الجانب جانب الإحسان جانب الوالدين الله عز وجل قال و إن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما و صاحبهما في الدنيا معروفة أسأل الله تعالى أن يلين قلبه و أن يشرح صدره و أن يهديه و أن يعود إلى والديه و أن يبرهما و أن ينتهي عن عقوقهما و هذا دعوة لكل عاق كل من يمارس العقوق مع والد أدعو الله لهم بأن يهديهم الله و أن يلين قلوبهم و أن يشرع صدورهم و أن يكونوا من البارين قبل أن يلقوا الله فإذا لقوا الله على هذا الذنب و الله لن يفلحوا أبدا نسأل الله السلام و العافية ريام من دبي يسأل يقول يعني يريد بيان فضل طلب العلم و كيفية بداية طالب العلم يعني كيف يبدأ إذا كان مثلا عمره 17 سنة أو شيء من هذا القبيل يا ريام بارك الله فيك بالنسبة لي يعني طلب العلم لا شك بأنه من أعظم العبادات و من أجل الطاعات و لذلك الله جل وعلا قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون و يقول جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون إنما يتذكروا أولو الألباب قل جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم و الذين أوتوا العلم درجات و يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثت الأنبياء و إن الأنبياء لم يورثوا دينارا و لا درهما و إنما ورثوا العلم فمن أخذ و أخذ بحظا وافر و كان النبي عليه الصلاة و السلام إذا رأى طلاب العلم يأتون إلى مسجد يقول مرحبا بطالب العلم مرحبا بطالب العلم و طالب العلم في عبادة يعني الإنسان اللي يطلب العلم في عبادة حتى و هو نائم له الأجر و الثوام فقد صح عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال و ذكر طبعا طلب العلم قال و إن من في السماوات حتى الحيتان في البحر و حتى النمل في جحرها ليستغفرون لمعلم الناس الخير و صح عنه عليه الصلاة و السلام أنه قال و إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع و لذلك ليس هناك أفضل من طلب العلم طلب العلم يكفي الإنسان فيه أن يعرف كيف يؤدي حق الله سبحانه و تعالى يكفي هذا زيادة على أن الإنسان يرفع الجهل عن نفسه ثم يرفع الجهل عن غيره نبي عليه الصلاة و السلام يقول خيركم من تعلم القرآن و علمه و ريام بالنسبة للمنهجية هذا يحتاج وقت طويل لذلك توجد محاضرات و من جملتها لي أنا موجود الحمد لله على المواقع في قضية المنهجية في طلب العلم يعني قضية العمر و السن هذا يعني العلم ليس له سن محدد يعني معين يعني الإنسان يطلب العلم حتى ولو كان كبيرا لكن في منهجية لأن الله تعالى ربانا قال ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة و بما كنتم تدرسون ابن عباس و قتادة و غيرهما قالوا الرباني هو الذي يربي الناس بالصغار العلم قبل كباره اقتداءا بالرب في تيسير الأمور فتحتاج يا ريان و من هو في سنك و مثلك إذا فعلا رغب في طلب العلم أن يعرض نفسه على عالم أو طالب علم متمكن و يقول له أنا أريد أن تطلب العلم هذا العالم أو طالب العلم سيسأله أسئلة يعني بدهية كم تحفظ من القرآن فإذا اكتشف أنه الله يحفظ القرآن أو يحفظ الحمد لله يعني كمية كبيرة من القرآن سينقله إلى أمر آخر إذا كان ما يحفظ شيء من القرآن سيأمره بحفظ القرآن كاملا أو شيء من القرآن ماذا تحفظ من الأحاديث وجده مثلا يحفظ يعني المتون التي يعني وضعها العلماء و صنفوها كبداية الطلب قال انتقل إلى كذا فإذا وجده خال من هذا علمه و لا أريد أن أستطرد لأن هذا كله عند طالب العلم أو العالم فتحتاج أن تتواصل مع عالم يرشدك إلى المنهجية الصحيحة في هذا فتيحة من الجزائر تقول إذا سافر الإنسان إلى الحج هل يلتزم بالصلاة الفريضة أم أنه أيضا يلتزم بالسنن الروات وبقية السنن أختي فتيحة بارك الله فيك بالنسبة للمسافر صحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سافر لا يواضب على النوافل إلا على نافلتين الأولى سنة الفجر القبلية و الثاني صلاة الوتر فلم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يترك هاتين الصلاتين لا في سفر و لا في حضر صلى الله عليه وسلم وأما النفل المطلق فقد ثبت من حديث أنس و من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل النفل المطلق و كان يتنفل على دابته صلى الله عليه وسلم و لكن هذا ما يمنع يا أخت الفاضلة أن الإنسان الذي مثلا سافر مثل ما ذكرتي إلى الحج و يشعر بوقت فراغ أن يصلي السنن الرواتب أيضا يعني لم يقل أحد من أهل العلم بعدم مشروعية صلاة السنن الرواتب لكن الهدي النبوي أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي السنن الرواتب إلا سنة الفجر القبلية و كذلك الوتر أما النفل المطلق فكان يصلي صلى الله عليه وآله وسلم فضل يام شريف السلام عليكم جزاك الله خير الشيخنا عليكم السلام أفضل الله أنا عندي سؤالين الأول الولدين لما يوصلوا لعمر محدد على مين بتكون خدمتهم و الصرف عليهم إن شاء الله على الوالدة عندها ولد وبنت أنا وأخي أنا كنت أشتغل بس كنت أصرف عليها بس بعثين يعني قاعدت و اتزوجت فهلا أنا أكمل أصرف عليها ولا المفترض أن أخي ولي تكفل بيا إن شاء الله السؤال الثاني الوالدة طالبة مني قرض أنا نويت أن أعطيها يعني أعطيهم لا ما أقرضها يعني أعطيها لكن أنا عارفة إنها رح تعمل بيهم قرض يجر منفعة ربا نوع من أنواع الرهن في بلدي يسمى قرض يجر منفعة فهل أعطيها ولا أنا نصحت أقول إليه إنه هذا حرام ما يجيز يعني فهل أعطيها ولا أتمنى ما أعطيها إن شاء الله يا مشريف جزاك الله خير شكرا مرحب أختي أعمة الله فضل يامة الله من فرنسا راحت طيب 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 أرجع إلى الأسئلة فتيحة بارك الله فيها من الجزائر تسأل تقول بالنسبة للمس على الجوربين الجوارب النسائية الشفافة تقول ما حكم المس عليهما وما حكم المس أيضا على الخمار بالنسبة للمرأة أختي فتيحة بارك الله فيك أولا بالنسبة للمس على الخفاف ثبت في السنة النبوية في أحاديث بلغت مبلغ التواتر المعنوي قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه أنه كان يمسح على الخفين والخفان هما مصنوعان من جلد يلبسهما الإنسان في قدمه ويغطيان محل الفرض وأما المس على الجوارب فقد ثبت فيه حديث واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام صحح إسناده بعض أهل العلم من أهل التحقيق وثبت عن جمع من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أنهم كانوا يمسحون على الجوارب ولذلك أخذ بهذا العلماء من أهل التحقيق على أن المس على الجواربين رخص أيضا ما دام أن الإنسان قد لبسهما على طهارة وهم يغطيان محل الفرض الذي هو الذي يغسل في الوضوء وهم الكعبان الناتئان في أسفل الساق وفي أعلى القدم بالنسبة للجوارب الخفيفة النسائية بالنظر إلى كلام أهل العلم نجد بأن جمهور العلماء يمنعون ذلك أن الجوارب هذه ترى البشر من ورائها ومن أهل العلم ذهب إلى أن المقصود من المسح على الخفين أو على الجوربين إنما هو التسهيل والتيسير على المكلفين ولا شك بأن الجوارب حتى ولو كانت خفيفة الجوارب النسائية فإن في نزعهما قد يكون مشقة ولذلك الشريعة سهلت ويسرت ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بطريق متصل أو منقطع أنه قال لا يمسح إلا على النوع الفلاني من الخفاف ولم يثبت عن الصحابة الكرام أنهم قالوا لا يمسح إلا على النوع الفلاني من الجوارب بل الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يسافر بأصحابه كان يمسحون على اللفائف واللفائف هذه خرق يلفونها على أقدامهم وربما ظهر شيء من محل الفرض من القدمين وهذا شيء طبيعي فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بغسل القدمين وإنما كان يراهم يمسحون ويقرهم على ذلك عليه الصلاة والسلام عموم من أخت الفاضلة اللي يظهر لي والله تعالى أعلم جواز الترخص بالمسح على الجوارب النسائية الخفيفة إذا قالت امرأة والله أنا أخشى أو وهي مسألة خلافية الاحتياط طبعا قاعدة شرعية من قواعد الدين الخروج من الخلاف والاحتياط لكن لوما ساحتلح رجاء في ذلك ولله الحمد والمن وأما ما يتعلق بالخمار فجماهير أهل العلم يذهبون إلى أن المرأة لا تمسح على الخمار والقول الثاني وهو الراجح أن المرأة يجوز لها أن تمسح على الخمار بشرط أن يكون الخمار يشق نزعه أو تكون في مكان لو نزعته انكشف شيء أو من شعرها أو جسمها مثلا أو من رأسها فلذلك الراجح نعم جواز المس على الخمار علي من عمام بارك الله فيه يقول الإمام عندنا أمس أو البارحة في صلاة العشاء نسي التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة فسبح به المصلون فرجع يقول وأكمل صلاته ما حكم فعل الإمام وما حكم المأموم إذا رجع معه وهو يعلم بأنه الأصل أنه لا يرجع إلى التشهد علي بارك الله فيك أولا هذه المسألة حقيقة من المسائل التي تخفى على كثير من طلبات العلم فضلا عن عامة النهس ولذلك ما نستطيع الحكم ببطلان صلاة الإمام الذي رجع بعد تلبسه بالركعة الثالثة إلى التشهد الأول لأن هذه كما ذكرت لك مما يخفى على بعض طلبات العلم أو كثير من طلبات العلم فكيف بالعوام فلذلك الصلاة صحيحة يعني بارك الله فيك لكن بالنسبة لتقرير هذه المسألة أولا لا بد أن يعلم كل مصلي أنه إذا نسي التشهد الأول وقام وتلبس بالركعة الثالث وتذكر أو ذكر بحيث سبح به المصلون ما يرجع لأن هذا ركن والذي تركه سنة في قول الجمهور واجب عند بعض المذاهب الفقهية فلذلك ما يرجع يترك الركن لأجل الواجب أو لأجل المسنون وإنما يجبره بسجدتين لسه قبل السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد اختلف العلماء يعني في المصلي سواء كان إماما أو منفردا متى يحق له الرجوع ومتى لا يحق له الرجوع إذا قام إلى الركعة الثالثة من أهل العلم من ذهب إلى أنه بمجرد اعتداله قائما فالركعة الثالثة لا يجوز له أن يرجع إلى التشهد ولو لم يشرع بالفاتح ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه إذا شرع بقراءة الفاتحة ثم تذكر أو ذكر لا يرجع إلى التشهد ولذلك المسألة فيها يعني شيء من هذا الخلاف عموم من الصلاة صيحة يا علي بارك الله فيك علي من عمان يسأل هل هناك يقول هل هناك فرق بين الإله وبين الرب علي بارك الله فيك أولا بالنسبة للرب الربوبية هذه هو اعتقاد الإنسان بأن الرب هو الخالق الرازق المحيء المميت المدبر الذي بيده الأمر ولذلك الرب جل وعلا وتقدس هو الذي يعني هو يعني مقتضيات الربوبية هذه الخلق والملك والتدبير والرزق مثلا هذا جانب الربوبية أما جانب أما قول الإله تقول الفرق بين الرب والإله الإله هو المعبود الإله هو المعبود ولذلك الإله مأخوذ من آلها يأله إلها أو نعم آلها يأله تألها آلها يأله بمعنى أنه المعبود أنه المعبود و مثل ما قال الأول لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي تألهي يعني تعبدي المقصود بأن الإله هو المعبود والله جل وعلا نفى نفى الآله كلها وأثبت لنفسه أنه الإله الحق سبحانه وتعالى لأن من الناس من يعبد آله أخرى يعبدون أصنام يعبدون أشجار يعبدون قبور مثلا أو مقبورين يعبدون الملائكة مثلا يعبدون الشمس يعبدون القمر لذلك قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وإبراهيم عليه السلام كفر بجميع الآله إلا الله جل وعلا إلا الله جل وعلا قال إنني بريء مما تعبدون تبرأ أو بريء من كل المعبودات من دون الله عز وجل وذلك نحن في سورة الفاتحة ماذا نقول ماذا نقرأ إياك نعبد وإياك نستعين ولذلك هنا قدم المعمول على العامل لإفادة الحصر لا يمكن المسلم أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين فلذلك المشركون لما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة ماذا قال قالوا امشوا واصبروا على آلهتكم ما قالوا على أربابكم لهم يعتقدون بأن هذه الآلهة ما تخلق ولا ترزق وليس لها يعني ما تملك شيء وإنما هم عبدوها من دون الله أو جعلوها وصائط بينهم وبين الله قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا فهم يعتقدون بأن الله هو الخالق الرازق المحي المميت المدبر لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله إليهم ما بعثه إلى مشرك العرب ليقول لهم اعتقدوا بأن الله هو الذي خلقنا وهو الذي يرزقنا ما قال لهم هذا لأنهم يؤمنون بهذا ويقرون بهذا إنما أمرهم بأن لا يعبدوا إلا الله ولذلك قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله خلقهن الله وآيات كثيرة فيها لذلك بارك الله فيك يعني الرب هو الخالق الرازق الملك المحي المميت المدبر سبحانه وتعالى وتوحيد هذا التوحيد اللي هو الإيمان والإقرار بأن الله هو الرب يستلزم منه أنك تعبده يعني بمعنى أنك أنت الآن أقررت بأن الله هو الخالق الرازق المحي المميت المدبر يلزم منك لا تعبد إلا الله لا تعبد إلا الله ومن عبد الله وحده لا شريك له تضمنت عبوديته لله إقراره بأنه الرب الخالق سبحانه وتعالى فضل أمت الله السلام عليكم الشيخ عليكم السلام ورحمة الله أمت من فرنسا فضل أختي الشيخ أنا في عمي وحي بان سنة وزوجي أربعة وثمين سنة أنام في حجة وحدي وينام في حجة أخرى لكن زوجي لم يرضى عني أنام وحدي أنا لم أستطع أن أنام بمعض أنا في قلق الشيخ ماذا هو لماذا يا لا أشلم لغة العربية يا أمت الله أنت لماذا تنامين في غرفة وزوجك في غرفة هل يؤذيكي نعم لي أذيني نعم الشيخ لا يتركني أنام بغاحة كم لكم متزوجين؟ كم سنة؟ سنة قريب ستين سنة ستين سنة؟ نعم كم عمر زوجك؟ بعو ثمانين سنة وأنا واحد وسبعين سنة طيب يا أختي أمت الله إن شاء الله قارقة جدا أخف الله أخف لا يقب الله لكن ما ذكرت السبب الحقيقي الذي جعلك تذهبين إلى غرفة؟ هل هو عنده مشاكل صحية مثلا في الليل لا ينام؟ أو يصدر يصدر أصوأ؟ أنا متقلق أصابي أصابي ما ينام نوم وما لا يتركني أنام في السجل لا أستطيع أن أنا أصدر السجل إن شاء الله يا أمت الله إن شاء الله نعم أشوفني قارقة جدا تسمعين الجواب إن شاء الله الزواب ثاني سؤال ثاني ضربت القطة بغير عذر الشيخ فأصبتها فقعت ما كسبت ثلاثة أيام بعد ماتت أنا علي الفدية أو توبع إني قلقتني إني أبكيت دائما ضربتها متعمدة لا يا شيخ من شروط معمدة نعم القطة بعدها من البستان في الحوش في الحوش نعم شاء الله يا أمت الله طبطها في رأسيها ماتت طيب يا أمت الله طيب يا أمت الله طيب يا أمت الله أتوبة وصدقة وكفارة طيب شاء الله تسمعين الجواب سؤال ثالث آها كان جارنا ماتت مرأة يدروا زبح ويدروا المكلة يدروا هل هذا جهز أو ليس جهز هذا جارتك أنت ماتت 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 يدروا كما العرف يذبحوا ويدخلوا الناس يشربوا ويكلوا شاء الله يا أمت الله تسمعين الجواب محمد السلام عليكم يا شيخ السلام عليكم الله إياك الله شيخ عندي سؤالي بخصوص الدعاء الله يسلم شيخ أنات دائما يوم أدعي أدعي بفرق الجمع معنا ما يكون عندي حد الله يسلم فما أدري هل هو جاء أدعي بفرق الجمع ولا أنا المفروض ما تقول ربنا آتيني في الدنيا حسنة مش ربنا آتنا إن شاء الله هذا السؤال شيخ سؤال الثاني شيخ أنا سماعت بعض المقاطعة أو بعض المشاهد تكلمون إن الإنسان لما يلشب الدعاء يجب مثلا إذا دعاء معين يكرره ثلاث مرات فهل هذا التكرار هل هو مثلا جاءت أن الواحد يكرر أو أنه مثلا يعني مثلا يعني يدعي ويكمل الدعاء التي هي الباجئة إن شاء الله وسؤال شيخ الله يسلمك بخصوص اللي هو أدعية السنة اللي هو يستفتح فيها الإنسان يول ما يدعي بالحمد والصلاة على رسول سلام هل يكثر من أدعية السنة يطول فيها أم لا أنه مثلا بعد صلاة على رسول يبدأ بالدعاء العاد إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بارك الله مرحبا محمد طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع علي من عمان يسأل يقول بالنسبة يقول أحيانا في بعض المساجد تكون السماعات الخارجية متعطلة لا يستطيع المؤذن أن يرفع الأذان لأن يوجد عمان يصلحون الخراب الذي حصل في السماعات يقول هل يلزم المؤذن أن يحضر في أول وقت ليؤذن أم أنه ليس هناك داعي علي بارك الله فيك بالنسبة للمؤذن موظف عند الدولة موظف عند الدولة وتشرف عليه وزارة أو هيئة أو جهة ولذلك يلزمه أن يتقيد بالأنظمة التي تضعها هذه الجهة التي تستمد قوتها وسلطتها من ولي الأمر فإذا كانت الجهة تقول له يلزمك أن تحضر قبل الوقت أو مع الوقت سواء كان هناك كهرباء أو لم يكن هناك كهرباء سواء كانت السماعات الخارجية يعني لا مشكلة فيها أو كان فيها مشكلة يلزمه أن يحضر لأن أحيانا قد يكون الآن العامل صلح السماعات وانتهى طيب من الذي يؤذن هو مسؤول عن المسجد ولذلك ما ينبغي للمؤذن أن يتساهل وأن يتواكل وأن يتهاون في مثل هذا الأمر فينبغي أن يحضر وحضوره كل خير يبكر إلى المسجد الحمد لله وسيكون في طاعة وفي عبادة وسيستثمر الوقت بين الأذان والإقامة بالدعاء وأيضا يرفع الأذان في المسجد ما يلزم أن يكون في السماعات أو يصعد إذا كان يعني سلم على جدار على سطح المسجد يرقع على سطح المسجد ويرفع الصوت مثلا إذا كان مأذونا له يرفع الأذان حتى يسمع أهل الحي بارك الله فيك أختي أم شريف من دبي بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة للوالدين إذا وصل إلى عمر معين من الذي يلزمه أن يصرف عليهم تقول أنا وأخي أنا أصرف عليهم كثيرا والآن أنا تزوجت وعندي أولاد وعندي بيت من الذي يتكفل بالصرف عليهم أختي أم شريف بارك الله فيك أولا رسالة لكل ولد سواء كان ذكرا أو أنثى سواء كان متزوجا أو غير متزوج أن يتقوا الله في آبائهم وأمهاتهم وأن لا يكون هناك مساومة في قضية الإنفاق على الوالدين لأنه وللأسف الشديد يوجد من الأولاد من عنده هذه الطريقة السيئة في التعامل مع الوالدين وهي قضية والله أنت المسؤول وأنت المسؤولة وكل يرمي على الآخر هل هذا جزاء الوالدين هل هذا حق الوالدين بعد أن كبر الكلام ليس لك فقط يا أختي أم شريف الكلام عام لأن أسئلة تردنا وأحوال ومشاكل كثيرة للأسف نجد بعض الأولاد إذا كبر استقل خلاص نسي والديه وربما رمى الحمل على من هو في البيت أو رمى الحمل على من هو مثلا وظيفته طيبة وراتبه جيد يقول الله هذا هو الذي يصرف عليهم لا شك بأن هذا نسأل الله العافية والسلامة يعني نوع من القسوة في التعامل مع الوالدين ولا يليق بمقام الوالدين أن يعاملهم الأولاد بمثل هذه الطريقة وأنا أعرف أحوال وأعرف أناس الآن الصرف على اثنين وعندها ما شاء الله اللهم أبارك ستة سبعة ثمانية والصرف فقط على اثنين يتحملان الصرف على آبائهم هل هذا جزاء الوالدين لا شك بأن هذا توفيق من الله عز وجل هذا الذي يصرف على والديه ويتحمل هذا توفيق من الله عز وجل وأما الذي صد وأعطى ظهره لوالديه والله إنه محروم والله إنه محروم و تنتزع البركة من ماله و من حياته تنتزع البركة خاصة إذا كان عنده قدرة ما عنده أي مشكلة و لذلك رسالة لكل ولد سواء كان ذكر أو أن يتق الله في آبائهم و أمهات ما دام أن الوالدين بحاج أنا لا أتكلم عن الأب الغني و لا أتكلم عن الأم الغنية أتكلم عن الأب اللي ما عنده مصدر رزق الآن دلف إلى عمر متقدمة يعني إنسان كبير في السن مريض الأم المسكينة التي تعبت و ربت و شقت في هذه الدنيا لأجل راحة الأولاد وصلت إلى مرحلة سنية معينة هل من العقل هل من الإيمان هل من المرؤة هل من الأخلاق هل من الأدب أن الولد يعطيه ظهرة يعطي أمه ظهرة و يقول خلاص فلانة هي تصرف أو فلان هو الذي يصرف اتقوا الله في أبائكم أماتكم والله لتنزعنا البركة منكم لأن دلت نصوص كثيرة على أن الله تعالى يبارك للإنسان الذي يصل رحمه الذي يعتني بوالديه مجموعة نصوص كلها تفيد هذا المعنى الأمر الآخر أخت الفاضلة يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعته أنت الآن كنت تصرفين على والدتك أنت عندك قدرة الآن تقول لي نعم لا تدخلي في هذه المعادلة والله الآن أخوي أو أنا لا لا تدخلي في هذه المعادلة اتفقي أنت وأخيك على مسألة الإنفاق وتقدرون هذا الشيء تقدرون هذا الشيء فالجميع يتحمل يعني أنا ما عندنا نصف الشريعة على أن والله واحد الكبير هو الذي يتحمل أو الكبيرة هي التي تتحمل عندنا النصوص الجميع يشترك سبحان الله العظيم يعني هؤلاء الأولاد يمكن بعض الأمهات عندها خمسة ستة يعني لو أن كل واحد منهم مثلا اقتطع جزء من مرتبة جزء يسير من مرتبة ويشتركان في إعطاء الوالدة سيبارك الله لهم وتكون يكون يعني هذا الإنفاق للوالدة كثير عليها يكونها لوحدة مثلا أو الوالد مثلا شوف سبحان الله بركة الاجتماع بركة الاجتماع فيأختي الفاضلة بارك الله فيك اتفقي أنت وأخوك اللي هو كما ذكرت أنت وأخ فقط على أنه تواصلان الصرف والإنفاق على الوالدين ما دام أنهما محتاجين وتقدرون يعني بالنسبة لك أنت متزوج عندك أولاد عندك مصاريف عندك كذا تقدرين والله هذا الذي أستطيع أن أرسله للوالدة وأن تفعل الشيء الفلاني بارك الله فيك أم شريف من دبي تقول الوالدة طلبت مني قرض أنا نويت أعطيها من عندي لكن تقول أنا يعني متيقن بأن هذا ستستعمله في قرض يجر نفعا وهو قرض ربوي فهل أعطيها أم لا أختي أم شريف بارك الله فيك أولا بالنسبة لك إذا تيقنت يعني ليست المسألة ظنية لا يقين أن الوالدة ستأخذ هذا القرض وستتعامل بقرض جر نفعا يعني ربا ما يجوز لك أن تعينينها على هذا لأن الله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله ولأن الله تعالى قال وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما الطاعة بالمعروف قال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالة فأنت تعينينها على مصر ولذلك اعتذري منها أما إذا كان شك وظن لا تعطينه هي تتحمل يعني ما يترتب على هذا الأمر فيما لو إذا قامت بقرض جر نفعا قرض جر نفعا أما قضية تقول لا أنا متأكدة وهي أخبرتني بهذا وأنا متيقنة لا ما تعينينها وحاولي أن تعتذري يعني بطريقة لبقى وتنبهينها أيضا بطريقة فيها حكمة على أن تبتعد عن مثل هذه المعامل أما إذا كان والله هي مضطرة اضطرار يعني حياتها متوقفة على هذا القرض هذه مسألة ثانية وأعتقد بأنك يعني إذا استمعت إلى جواب الأول أعتقد بأنك سيعني توفرين لها المبالغ التي تساعدها على قضية أمور الحياة أما تلاة من فرنسا تقول زوجي عمره 84 وأنا عمري 71 سنة تزوجنا منذ 60 سنة تقريبا تقول أنا أنام في غرفة وهو في غرفة وهو يغضب علي تقول لي أني أنا ما أستطيع أنام معه بسبب يعني بسبب ما يصدر منه وكذلك يسهر ولا ينام وهذا يفوت علي صلاة الصبح تقول أنا قلقة وأخشى من غضب الله هل علي شيء أخت أمت الله بارك الله فيك أولا بالنسبة لي يعني دعوة الزوج امرأته إلى الفراش هذا أمر واجب يجب على المرأة أن تلبي دعوة زوجها إذا دعاها إلى الفراش وأنا تكلم طبعا بالعموم دعاها إلى الفراش تستجيب لذلك إلا أن يكون ثم عذر كحيض أو مرض مثلا أو شيء من هذا القبيل هذا الأمر الأول الأمر الثاني إذا دعا الرجل امرأته إلى الفراش لا يلزم البقاء إلى الصباح معه ما يلزم البقاء إلى الصباح معه لكن إذا مثلا قضى حاجته جاز للمرأة أن تنفرد في غرفة مستقلة وهو ينفرد في غرفة مستقلة مثلا مسألة الأخرى أخت الفاضل ما دام أن بقائك مع زوجك في هذه الغرفة يسبب لك عدم القيام إلى صلاة الصبح يسبب لك إشكالات لا يجعلك تنامين النوم الصحي الطبيعي ما عليك الشيء ولله الحمد ولا تقلقين ولكن قبل ذلك تشتريطين عليه تقول أنا سأستجيب سآتي إلى غرفتك بشرط أنك تنام مبكر وأنك تقوم إلى صلاة الصبح وأنك تنام على ذكر الله إذا قال نعم استجيب له إذا قال لا لك أن تنفردي ولا شيء عليك خلصنا طيب أمت الله بارك الله فيك سامحيني لأن الوقت البرنامج أنت غدا إن شاء الله سأجيب على ما تبقى من أسئلتك أنت والأخ محمد أيضا من أبوظبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته